السلام عليكم إسرائيل اخترقت الأجواء العراقية يوم أمس وقامت بضربة مباغتة لم يكن يتوقعها أحد هذه الضربة طبعا صارت على إحدى المخازن للأسلحة والأعتداء التابعة لفرقة الإمام علي القتالية من اللواء الثاني للحجد الشعبي وطبعا لمعسكر تابع لهم اللي هو اسمه معسكر الديوك اللي موجود طبعا بهذه النقطة على بعد طبعا هو شمال غرب النجف على بعد عشرين كيلو مترا وطبعا الضربة صارت بطائرات مسيرة إسرائيلية ولم تكن ضربة واحدة فقط كما ظهرت في الصورة بل هي كانت أربع ضربات فلذلك الطائرات المسيرة استغلت هذه المساحة الشاسعة من الصحراء وجاءت وقامت بضربتين لمعسكر الديوك بالإضافة إلى ذلك أن الطائرات المسيرة استمرت الإسرائيلية إلى داخل النجف وقامت أيضا بضربتين بهذا الاتجاه وإذا ما ركزنا على هذه الضربتين وين صارت بالضبط وأخذناها من الأقمار الصناعية سنلاحظ الآتي بأن النقطة هذه طبعا هي صورة أوضح للموضوع هذه هي النقطة اللي استهدفوها الإسرائيليين بعد معسكر الديوك بهذه الطائرات المسيرة بهذا الاتجاه واضح كلها منازل وكلها بيوت ودخول إلى النجف رسمي بهذه الطائرة المسيرة الآن إذا ردنا نأخذ على سبيل المثال الصور التي جاءت لفريق مكافحة المتفجرات في هذه النقطة تحديدا سنأخذ عددا من الملاحظات طبعا هذا أول الصواريخ والقذائف اللي استخدموها طبعا وإذا ما لاحظنا بأن هذا الصاروخ لم ينفلق أبدا وإذا ما أخذنا بعض الملاحظات أيضا على هذا البرج وكذلك هذه الحشائش التي تقع طبعا خلف هذا البرج أو أمامه ومقابل هذا البرج فسنلاحظ بالأقمار الصناعية هذه الصورة الواضحة طبعا جدا بأن البرج اللي شفناه الآن هو هذا البرج طبعا وكذلك هذه هي الحشائش وبالتالي الصاروخ الذي سقط من طائرة المسيرة كان موجودا في هذه النقطة تماما صورة أخرى للضربة الثانية للصاروخ الآخر الذي أيضا لم ينفلق واللي هو طبعا فريق مكافحة المتفجرات عالج هذا الموضوع هو هذا الصاروخ بهذا الشكل ولو نلاحظ هذه البيوت من السهل جدا أن نلاحظ هذه البيوت طبعا اللي شفناها بهذا الاتجاه بهذا الشكل وبالتالي الصاروخ الآخر سقط بهذا الاتجاه وبالتالي أيضا إذا ما أخذنا الملاحظة الأولى اللي أخذناها على الصاروخ فهذه الصاروخين سقطت في هذه النقطتين وهذا طبعا يوضح ببساطة بأنه قد تكون الطائرة المسيرة الإسرائيلية في هذه النقطة تحديدا كانت تستهدف هذه المخازن أو أن هذا الصاروخ كان أصلا يستهدف هذا المخزن تحديدا أو أي من المخازن الموجودة بهذا الاتجاه وهذا الصاروخ أيضا كان يستهدف هذه المخازن لكن لم تنجح قد تكن بسبب بعد المسافة اللي قطعتها الطائرة المسيرة الإسرائيلية وبالتالي اختلت عملية الضربات بالإضافة إلى أن الصواريخ أصلا لم تنفلق المثير أيضا بهذا الأمر أن الإسرائيليين يعترفوا بشكل واضح عن طريق وسائل إعلامهم بأنهم هم سووها للضربة وما عندهم أي مشكلة بهذا الموضوع مثل هذا الموقع اللي هو نيوز رائل قالوا بصريح العبارة بأن طائرات الإسرائيلية قامت بضربة كما أطلقوا عليها على الميليشيات الموالية لإيران بحسب تفسيرهم هم وفي النجف مباشرة أول ما صارت الضربة والأربع ضربات اللي ذكرناها لكم بالإضافة إلى ذلك أنه انتل سكاي أحدى أهم المصادر الرسمية الموثوقة في مثل هذه الأمور أيضا أكدت أنه إسرائيل هي التي قامت بهذه الضربة على النجف والمثير بالأمر أيضا بأن هذه الضربة صارت بنفس توقيت زيارة السيد مصطفى الكاظمي ولقاء في البيت الأبيض للرئيس الأمريكي جو بايدن والذي اتفق على أساسه بتحويل القوات الأمريكية من قوات قتالية إلى قوات تدريبية فقد نكون مع هذا التوقيت قد يعني بالنسبة إلينا بأننا أمام الشرطي الجديد للمنطقة الذي يريد أن يتصرف بالمنطقة بهذا الشكل وطبعا إسرائيل أيضا في نفس الوقت وقبل 48 ساعة يوم الأحد الماضي The Marker الاقتصادية أكدت بأنه فوق الزيادة للجيش الإسرائيلي طلبها أصلا من الحكومة الإسرائيلية بعد الاتفاق من واشنطن من أجل ضرب البنية التحتية للمشاءات النووية الإيرانية في حالة تقدم إيران للوصول إلى القنبلة النووية أكدت بأنه أخذوا زيادة فوق الزيادة بقيمة 9 مليار دولار وطبعا الاستنفار الإسرائيلي والانزعاج يأتي لأسباب يجب أن نفهمها الآن الإسرائيليين بشكل رسمي أكدوا وأبلغوا المسؤولين الإسرائيليين للولايات المتحدة الأمريكية بأن قضية توقف الآن المحادثات والتفاوض في فيينا حول الاتفاقية النووية الآن هو ديثير انزعاجهم بشكل كبير وأنه إيران تستغل هذا الموضوع من أجل طبعا الوصول إلى التسليح النووي بكل بساطة فبما أن الفترة الماضية كانت مثلا يحتاجون إلى سبعة أشهر بالنسبة للإيراني للوصول إلى هذا التسليح الآن قصرت المدة وتقريبا بدأت إيران تتقدم بشكل كبير وما بقالها غير شهرين فقط تحتاج إلى العمل من أجل الوصول إلى التسليح النووي فلذلك الإسرائيليين يبلغون الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأساس بأنهم منزعجون من هذا الأمر بالإضافة إلى ذلك أن الولستريت جورنال كشفت بأن إيران وضعت الولايات المتحدة الأمريكية تحت الضغط بالإضافة إلى شروطها حول أجهزة الطرد المركزية والأمور التي تقدموا بها التي لا يريدون أن يتنازلون عنها نهائيا الولستريت جورنال أكدت بأنهم أقحموا الأمم المتحدة في هذه القضية وفي الاتفاقية النووية يريدون هذا العامل أن يكون موجود وأن يكون ضامن لهم يعني باختصار هم قالوا لحقيقة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه في حالة جو بايدن الآن يعود إلى الاتفاقية النووية مع إيران الآن فليس هناك ضمانات بأن الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم لن ينسحب من هذه الاتفاقية يريدون ضمان أنه بعد ما حد يقدر يجعل هذه الاتفاقية النووية حقيقة وينسحب منها بهذا الشكل وهم على هذا الأساس قالوا أنه في حالة أي رئيس أمريكي قادم يريد يجي فيجب أن يأخذ موافقة الأمم المتحدة حتى تصير عملية الانسحاب والمشكلة هذا أمر غير دستوري غير مسموح لبايدن أن يقوم بمثل هذا الأمر وفي حالة أن بايدن وصل إلى هذا القرار أنه يطلب مثلا من حقيقة الأمم المتحدة أن تكون هي العامل الضامن لهذه القضية فيجب أن يتوجه إلى الكونغرس الأمريكي إلى مجلس الشيوخ اللي موجودين به طبعا مئة عضو من الحزبين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وثلثي مجلس الشيوخ يعني 67 من النواب الموجودين في مجلس الشيوخ لازم يصوتون بنعم للقرار حتى تصير الموافقة ويعلم بايدن بأن هذا الأمر لن يتم أبدا على هذا الأساس التعقيدات كبيرة جدا وقد نكون أمام مواجهة خطيرة جدا في الفترة القادمة وعلى ما يبدو بأن العراق بدأ كساحة وقد نكون أمام موجة للضربات في الفترة القادمة على مستوى العراق والمنطقة بشكل عام